بسم الله الرحمن الرحيم. حابب اتكلم النهاردة على العرض الجديد اللي هو بتاع الجوكر. ايه هو الجوكر ده? الجوكر ده نظام او اضافة موجودة ببلاش لانظمة الن الشهرية بس. يعني مش موجودة للنظام الفلكس او للنظام 14 ارش او للنظام بالثانية او اي نظام تقليل. هي لنظام الن بس. ومش اي نظام الن لأ لانظمة الن الشهرية. الجوكر ده هو عبارة عن ايه؟ بيديني حاجة من ثلاث حاجات بس. اما مية خمسة وعشرين دقيقة او متين وخمسين ميجا نت او خمسمة ميجا سوشيال ومزيج. ازاي يجي لي الجوكر او ازاي استخدم الجوكر ده? الجوكر ده ببلاش ومش بيكون عليه اي تكلفة خالص. بنقدر نشترك فيه عن طريق الكود اللي هو نجمة زيرو شباك. والنظام ده ببقى كل نظام من انظمة ان لديه عدد جواكر معينة. يعني نظام ان خمسة وعشرين في اتنين جوكر. نظام ان اربعين وخمسة وستين في اربعة جوكر. نظام ان خمسة وتبانين في ستة جوكر. طيب هافطرد ان انا دخلت خلصت كل الجوكر او الجواكر اللي معايا. وحبيت اشترك في جوكر الجديد. الجوكر الجديد اللي بناخده غير اللي ببلاش اللي هو الاتنين او الاربعة او الستة حسب النظام اللي احنا مشتركين عليه. بيكون الواحد بخمسة جنيه. طب هل ينفع ان انا اشترك بكل الجواكر اللي معايا? في حاجة واحدة يعني ينفع اخد بيهم كلهم ميجا بايتس او كلهم دقايق او ينفع. طب لو انا كشخص عملت كزا جوكر. ونبقتش عارف انا معايا ايه واستخدمت ايه وما استعمدش ايه. بقى نعمل كود بسيط كده اللي هو نجمة زيرو نجمة اثناشر شباك. الكود ده ببلاش هيقول لك انت اخترت كام جوكر واستخدمتهم في ايه وبقيلك قد ايه. وبيزبط لك للسلاك كله بتاع الجوكر. طيب لو عايزين نزود جوكر نت. بنعمل كود نجمة زيرو نجمة واحد شباك. ده بنزود بيه متين وخمسين ميجا نت. جنرال لكل حاجة ببلاش. طيب لو عايزين نعمل جوكر دقايق بيكون عن طريق كود نجمة زيرو نجمة اثنين شباك. وده بيزود لنا مية خمسة وعشرين دقايق. طيب لو عمال نزيل نعمل الجوكر السوشيال ميديا ببقى نجمة زيرو نجمة تلاتة شباك. طيب اول الفكرة هل الجوكر ده بيستمع يعني ينفع اشترك في الجوكر ده في اي وقت لا. وطبعا بيكون خلال اشتراكي الباقة الشهرية بتاعتي. يعني تقريبا نفس فكرة فليكس اكسترا اللي هو على نظام الفليكس. لو انت زودت دقايق. بتزود بتلاتة جنيئة وبخمسة جنيئة وبعشرة جنيئة طبعا نظام الفليكس اكسترا لغاية انتهاء بقتك. يعني لو انت مشترك في الباقة بتخلص معك مثلا يوم خمسة وعشرين. هتخلص معك يوم خمسة وعشرين في الشهر. فانت بتستهلك الجوكر دي لغاية يوم خمسة وعشرين. يوم خمسة وعشرين بيجي الباقة بتخلص بينتهي الجوكر او الاضافة اللي انت ضيفها دي مع انتهاء الباقة الاساسية. بدأت باقة جديدة بيبدأ ينزل معك جوكر جديد وهكزا. اتمنى اكون افتكو يتكون المعلومات كلها واضحة وان شاء الله نتكلم المرة الجاية على اي نظام تاني. شكرا.